السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في سنة اولى في شرح محاضرة جديدة من محاضرات مادة الاناتومي معاكو زماليتكو روضا الغريب انا الفرقة التانية من تي من الاناتومي اسرة نجاح بدون جشع عليك طبيعي الاناتومي 2 بازن الله يكون اسهل وابسط من الاناتومي 1 بشرط ان احنا نهتم بالمادة من بداية السنة ونهتم خاصة بالتجميعات والصور لان الاناتومي ما هو الوصف اللي انا هشوفه على الصور اه فقبل ما نبدأ محاضرتنا اه ندعي بقى الاهلينة في غزة اه ونبدأ بقى نتكلم عن محاضرتنا اللي هتتكلم عن الجلوتية ريجون نتكلم فيها عن المسلز الليجامنتس والنيرفس او الجلوتية ريجون ايها بقى الجلوتية ريجون موجودة فين وصفها ايه طيب اه احنا عارفنا المحاضرة اللي فاتت ان الصاي بتتكون من الانتيريور والبوستيريور والميديا الكمبارتمنت ماشي دلوقتي انا جاية بابص على الصاي من وره يعني ده بوستيريور فيو تمام فده عندي الكمبارتمنت اللي هي تمام لسه تاخدار المحاضرت جاية يعني بازن الله طيب الريجون اللي فوقها ديت هي الجلوتية ريجون تمام في ايه وصف بقى الجلوتية ريجون او اصلا الجلوتية ريجون دي اللي هي المسلز اوف الباطوكس تمام ايه بقى وصف الجلوتية ريجون هيقول لي ان هي الريجون الموجودة على بتاع الهيبون تبقى هي زي ريجون ماشي بتمتد ما بين ايه وايه ده ما بين والجلوتية الفولد اللي هي التانية دي تمام تمام ماشي قبل بقى ما نبدأ اه نتكلم عن المسلز هنعمل كده بسيطة الصورة الاولى دي بتوضح لنا البلفس تمام بتوضح لنا البلفس السورة الثانية اه هنا هو معلمني الى ال ilyum ال ilyum دي انا لو خدته برا عايزة اعرف اه على 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 البوستيريور فيو بتاعها حاجتين اول حاجة ال ilyacrist هو ده تاني حاجة عايزة عارف الجلوتية متاحها لإسمي تاني هو الجلوتية الجلوتية السورفس ده أنا بتخيل ان عليه سري لا ноч Lynx اللي هما اللي هما ال جلوتيا اللي ولاننتيريور جلوتية اللي hyped gluteal line والانفيريور الجلوتية اللاين. تمام? دول هما مش يعني انا لما امسك العظمة في ايدي مش هحس ان في لاينز. لأ. ليه? لان او الجلوتية ده سموس. تمام? لكن اللاينز دي تخيلية. تمام? تمام. هنرجع تاني للصورة دي. اه احنا قلنا ده الاليوم ده الاسكيوم وده البيوبس. تمام? ده بس اللي كن عزين نقوله. ماشي. الحتة دي عارفين ان هي عظمة الاسكيوم. ماشي. الجزء الاخضر ده هو الاسكيال تيو بروستي. الجزء اللي انا علمت عليه ده هو مين? الاسكيال زباين. ماشي. طيب. عايزين نعرف كمان ايه? دي بوستيريو للفيمر. هنعرف من عليها حاجتين مهمين. اول واحدة هي الجلوتية التيو بروستي. ايه هو الجلوتية التيو بروستي. هو البوسترو لاترال مورجن. يعني الحفة اللي انا بشوفها من وراء بتكون جهة لاترال. ماشي هو بيكون رف. تمام? واسمه جلوتيل تيو بروستي. جلوتيل هيمسك في حاجة اه فيها كلمة برضو جلوتيل. تمام? ماشي. طيب ايه تاني تاني حاجة عايز اعرفها? احنا عارفين ان ده وده وده بيتوصلوا ببعض يعني فيه طريقين بيوصلهم ببعض. اما من انتيريور او بوستيريور. بالانتيريور في ما بينهم لاين اسمه طيب بوستيريور في ما بينهم برضو حاجة اسمها ماشي. فهو الاخضر ده هو الانتر ترو كنتيريك كريست. الانتر ترو كنتيريك كريست ده في وسطه بالزبط في حاجة اسمها كوادريت يوبركل فيه بروست كده اسمه كوادريت يوبركل. ليه كوادريت? كوادريت لانها هتروح تمسك فيه عضلة اسمها كوادريتاس فيمروس. تمام? تمام. ماشي. هنا بقى دي حركات الهب بس انتو اكيد انتو اكيد عارفين بقى اللاترا روتيشن الميديا روتيشن والأدكشن انتو عارفين كل الحركات بس يعني ايه? الفجر ده هيساعدكم ان انتو تفتكروها. تمام? عشان لما اجا اقول تبقى انتو متخيلين انا اصد ايه? تمام? تمام. نتكلم معن الجلوتية عن الموسيلز عندي تو جروبز أوف موسيل عندي سوبرفيشيا اللي وعندي ديب سوبرفيشيا اللي يعني انه هشيل الاسكن والفشية هلاقي الموسيلز دي على طول. فعندي آآ تلاتة لارجو جلوتيا الموسيلز اسمهم جلوتياس ماكسماس جلوتياس ميديوس جلوتياس ميليموس ومصل كمان اسمها تنسور فاشيا لاتا. تمام? تمام. عندي بقى الجروب التاني الديب اسمها سمول لانهما عضلات صغيرة ده الاكشن بتاحهم. حرفيا انتو مش محتاجين تبقى تقولوا ايه الاكشن بتاعها مش عارف ايه? لأ. هما الستة بيعملوا يبقى هما سمول لاترا لوتيتور افزا صغير. اللي هما البايريفورميس الاوبتيوريترو انترنس الاوبتيوريترو اكسترنس بتوجي من لاي والكوادريتوس فيمروس. تمام? تمام. اه نتكلم بقى عن اول موصل عندنا هي الجلوتياس ماكسماس. اوكي. الجلوتياس ماكسماس دي اكبر عضلة. هي سيكست خينة ومست سوبرفيشيال. اه تمام مست سوبرفيشيال اها. هي اللي متعلم عليها بالاخدر دي. هيقول لي ان الابر بوردر بتاعها بيغطي الجلوتياس ميديوس. بصوا الحمرة اللي فوق دي هي الجلوتياس ميديوس اللي انا علمت عليه. فيبقى الابر بوردر بتاعها بيغطيلي الجلوتياس ميديوس. واللوير بوردر بتاعها اللي هو اللي تحت ده بيغطيلي الارجين بتاع الهماسترنج. بصوا الصورة التانية دي. دون الهماسترنج. اللي هما السيمي تيندينوزيس السيمي ميمبيرينوزيس واللي هم جهدوا في بايسيبس في يوميروس وبرضو الشورت حيت. المهم ما علينا. احنا عايزين نعرف ان هما بيطلعوا من حاجة اسمها الاسكيلتوبروستي طبعا مش كلهم. اللي بيطلعوا من الاسكيلتوبروستي هما واللونج هيد اوف بايسبس. تمام? فهيقول لي ان هو مغطي الارجين بتاع الهامسترنج. تمام? يبقى من فوق مغطي الجلوتياس من تحت مغطية الارجين بتاع الهامسترنج. ماشي. ايه بقى الارجين بتاع الجلوتياس ماكسماس? هلاقيها جاية هنا من 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 الاليك since. وجاية كمان من من في صورة. اما ب Todd S D咧 form هيا بتيجي بن عمش off. آ fuego. بتيجي من الجلوتياس بتاع الاليوم behind forever. انا بقى الصрез. هنشوف برضه السلايدي الجاي. تمام? قلي An reaction? Litans Ethnic. بتأثم 3 ر ně Engineering خ Legends. الربع رى quién س Ariel هنا. في الجنب هنا في في تراكت انتو خطوه اللي هو تمام? فهي راح هتمسك لي في هتمسك فين? في بتاع تمام? ماشي والديب هتمسك لي في اللي احنا اللي هو ايه اللي احنا شفناه على الرسمة من شوية او على الصورة من شوية. تمام. نرفس ابلاي بتاعها اسمه هي المين اكستنسور للهيب جوينت. مين تاني بيعمل هتاخدوهم والاسكيال بارد اوفل الدكتور ماجنس. تمام? بس مين المين اكستنسور اوفل هي الجلوتياز ماكسماس. تمام. اه هنشوف بقى الصورة دي هلاقي اهي جيالي من الجلوتيال بتاع الايليوم. جاء مسكة في السكرم اهي. اه لما جيش لها هلاقي دهو اللي جمع انتوا لكونا منتكلم عليه. تمام? هلاقيها برضو واخدى منه. تمام? تمام كده. ماشي. وهي? وهي هتمسك في. تمام كده. ماشي. بعد كده عندي الجلوتياز ميديس. الجلوتياز ميديس الصورة دي عبارة عن ايه? عبارة عن ان انا شئلت الجلوتياز ماكسماس. تمام? فيقول لي بقى ان الجلوتياز ميديس مش احنا لسه ايليين ان بتاع الجلوتياز ماكسماس بيغطي جزء من الجلوتياز ميديس. ماشي. يبقى هيقول لي ان في جزء منها بيكون تحت الجلوتياز ماكسماس. وجزء منها بيكون تحت تحت الفشي على طول. تمام? تمام كده. ماشي. الارجين بتاعها جاية برضو من الجلوتياز سيرفوس احنا متخيلين هم تمام? من برضو من الجلوتياز سيرفوس اوف ايليا. زي اللي فاتت يعني. الانسيرشن بتاعها راح تمسك في انا همجمع لكم الحاجات اللي هي ليه علاقة في جدول اللي هنشوفه يعني ما نخلص المصيز. ماشي? ماشي. يبقى راح تمسك في اللاترال ما هو ده. راح تمسك في اللاترال بوردر بتاعه. تمام? اه تمام. النيرف صبلاي بتاعها اسمه مش. العضلة دي بتعمل ايه? العضلة دي بتعمل ابداكشن للهيب جوينت. انا عايز اشدد ناحية الحوض. فهتعمل ابداكشن للهيب جوينت. تمام? هتعمل كمان ميديا روتيشن للصوي. او هي لما باجي شدها بتعمل ميديا روتيشن للصوي. وكمان بتعمل ابداكشن للهيب جوينت. وقال ان هي بتعمل تلتنج للبلفس يعني بتحركه التلتنج يعني بتنحاني كده شايفين? اللي هو في واحدة بتنزل اه في جهة بتنزل وجهة بتطلع. اللي هي زي هن. جهة بتنزل وجهة بتطلع. اه ماشي. 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 مابدايا هو نفس النيرف صبلاي نفس الاكشن. تمام? الارجين بتاحها برضو جاي من الجلوتيا ماشي راح تمسك فين? في الانتيريور اسبكت افزا جريتر تروكانتر اوف يمر. بصوا ايها جاية من راح امسكها قدام في قدام في الجريتر تروكانتر. تبقى بتمسك في الانتيريور اسبكت افزا جريتر تروكانتر اوف يمر. ليها اه ليها نفس بتاع الجلوتياس ميدياس. تمام كده. ماشي بعد كده عندي التنسور فاشيالاتة اللي هي اخر عضلة في الجلوتية او اللي هي السوبارفيشيال. التنسور فاشيالاتة هي معلم عليها بالاصفر في الصورة اهيه. بتيجي تمام? بتروح تمسك فين في الانتيريور بوردر بتاع طب مين اللي كان بيمسك في اللي كان بيمسك في اللي هو التلت اربع السوبارفيشيال التلت اربع اللي هو التلاتة اربع بتوع ايه? التلاتة اربع بتاع تمام? دي بتروح تمسك من قدام. دي هي بتمسك من قدام. بتعمل برضو للصاي. وبتعمل صبورت احنا عارفين ووظفته ان هو بصبورت الصاي يعني بصبورت الرجلة تمام? اه وكمان بتشتغل في ان هي تمنتين اللي انا عرفها اف. فهي بتساعد فكده. تمام? انا كده اه بنجمع كده المصول زي اللي فاتت. الاكشن بتاحهم. بصوا. تنسوا الفشيالاتها. بالنسبة للنرف سابلاي. تنسوا الفشيالاتها. الجلوتياس ميديوس ومينيماس بيتغزوا بنفس اللي هو واللي مختلفة عنهم هتبقى الجلوتياس ماكسماس بتتغزى بالانفيريور جلوتيال نيرف. طيب الاكشن الاولى الجلوتياس ماكسماس بتتغزى اه المين اكشن بتاحها ان هي المين اكستنسل اف الهيب جوينت. طيب التلاتة التانيين بيعملوا ابدكشن للساي. اه بالنسبة للميديوس والمينيماس بيعملوا كمان ميديا روتاشن. تمام كده. اه نتكلم بقى عن اللي هما اللي هما اللي هما ودول تمام? دي مهمة جدا. فنركز معه. اول حاجة قال لي ان هي يعني شكلها مخروطي. بتيجي من اين? هي بتطلع من من البلفس. اه عن طريق سياتك فورا من? ماشي? هي اصلا بتيجي من بس عشان هي بتلف وبترجع يعني هي بتجي من يعني هي بتجي من قدام وبتلف ورا عشان تروح تمسك في في فشان جده احنا من اعتبارها عشان جده هي مصل من من المصلز بتاعة الجلوتية بقى اول حاجة ان هي بتيجي من فرونت فساكرم فبتعدي عن طريق بتعدي عن طريق بتروح تمسك في زي ما هو موضح في الصورة لو هنا ركزنا في الصورة ده هي هلا ان هي وهي لفة العضلة لفة هي راح تمسك من ورا. تمام? راح تمسك في قال لي بتاعها من تمام? تمام. الاكشن بتاعها ان هي عشان احنا عارفين ان كل المصلز دي اصلا بتعمل اللي هم الستة تمام. اه هنا برضو بيقول لي هنا انا جاي ابص عليها من ورا اهو انا كده مش شايفة بتاعها هنا في الصورة دي انا مش شايفة بتاعها انا شايفة في هنا لو جيدة ابص من الجنب هلاقيها جاية من قدام راجع عن طريق راح تمسك في تمام. بعد كده قال لي هي بقى مهمة والدكتورة مركزة جدا جدا على ده وقالت ان هو مهم. اه ماشي. اه ليها يعني في حاجات بتعدي من فوقها وفي حاجات بتعدي من تحتها. بس هنركز كل دي او كل الحاجات دي موجودة بتعدي من تمام? تمام. في حاجات بتعدي فوق وفي حاجات بتعدي تحت الحاجات اللي هي الحاجات تحت انفير الغلوتيالенف والسو بيريال اه向 اه وفي حاجات تمام تبقى سو بيريال نيرف سو بيريال فيسلز دي بتعدي فوق طب ايه الحاجات اللي بتعدي تحت websites عندي 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 بصوا كل النرفات كل النرفات اصلا اللي في دي هي جاية من الساقرة تمام تمام اه بالنسبة اللي تحت هنحفظهم ازاي اه بصوا اللي فوق كده كده اللي اتنين ايه اللي تحت اتنين انفيريور اتحافظوا البستيريو كيوتينيس نيرفوس احنا عارفين ان هو يعني هنحفظ بصوا اللي فوق الاتنين سوبيريور فوقها اللي باقي كله تحتها كل النرف دي انتو هتحفظوه اصلا من برانشات الساكرال بلاكسوس لما تاخدوها فبازن الله هتكون سهل عليكم لكن دلوقتي يعني يحاولوا تحفظوها معايا انه ان نيرفتو دي خدنا في المحاضرة دي هناخدها برضو برضو هناخدوه بس الواحد اللي احنا مش هناخدوه في المحاضرة هو وده بيكون اه خاص بجينيتالي تمام تمام يعني اتمنى بس انتم تحفظوا الحاجات دي لان هي مهمة والدكتورة مأكدها قوي على على دي تمام نتكلم بقى عن الاوبتوريتر انترومس بسها بين الاوبتوريتر انترومس بسها الإنر صرف سوف الاوبتوريتر من بران انترومس ب وبصوه هي جاى من جوه من جوه مش من بره فهي جاى من الاوبتوريتر من برين هتعدي عن طريق الليسرسياتي قف power past what that will do i vériter تمام? تمام. يبقى هي تانية اهي. جاية من بتاع الابتوريتر من برين. راح تمسك في الابتوريتر. التندوم بتاعها بيعدي من خلال اللي هو اهو. اللي سرسياتيك. اللي سرسياتيك فورامين. بصوا. هي جاية اهي. من جوة من الابتوريتر من برين. راح معدية من وراء اهي. من لسرسياتيك فورامين. عشان تروح تمسك في بتاع الجريتر تمام? تمام. بتاعها تمام? اللي هو مش احنا لسه قالين اه اللي هو بيعدي برضه تحت اللي هو اللي هو برضه بيجي من اللي انا قلت كل اللي كانت في السلايد في السلايد بتاعة هي نرفادي كلها اه من برانشات الساكرال بيليكسس. تمام? تمام. اه كده خلصت. نتكلم بقى عن والانفيريور جيميلوس. اهما دكتورة كانت حطان في نفس السلايد. بس احنا هنتكلم عنهم كل واحدة لوحدها. ماشي. آآ جاية من بصوا هي طلعة منه طلعة من ماشي راح تمسك فين? في هتروح تمسك في التندون بتاع وهتروح معها تنسرت معها فين? في بتاعها هو هو خلاص هي تبقى تتغزى معها. تغزى من نفس النرف بتاعها. تمام? وبرضو بتاعها ان هي بتعمل تمام? يبقى تاني جاي من من السوبيريور مارجن وفي اللي سرسياتك مارجن. راح تمسك فين? في الاسوبيريور جاي من السوبيريور. والانفيريور جاية من الانفيريور ل Goldenigerian مارجن بتاع الاسوبيريور و هتروح تمسك معها في في بتاع يبقى اا بالنسبة للانفيريور جاية من الانفيريور مارجن وفي الوكتيريتور انترنوس بس هتختلف هنا في النرفيس ابلاي مش هتتغزى مع الانفيريور انترنوس من نفس الانفيريور سابلاي هتتغزى من النرفي بتاع الكوادريتوس فيمروس بصوا في الصورة يعني هتيجي الصورة بعد كده او في الطبيعة الكوادريتوس فيمروس موجودة تحت الانفيريور جايلس تمام فهي بتتغزى معها من نفس اه تمام وطبعا بتعمل تمام دي بقى الانفيريور جايلس فقها على طول و هنشوف الصورة برضو هتوضح كده قال لي ان الكوادريتوس فيمروس اسمها كوادريتوس تبقى هي شكلائي مربع موجودة ما بين الانفيريور جايل لاي و تحت فقها الانفيريور جايلس وتحتها الالكتور مجنص تمام هنشوف المفي الصورة. طيب بتاعها جاية منين? من اهو. من راح تمسك فين? في تمام? عشانا قلت ان هي تبقى تمسك فيه تمام? 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 هو اصلا نرفي تو اللي هو جاي من الساكرال بليكسوس. تمام? وطبعا بتاعها دي الصورة اللي كنا عايزين نشرح بيها مكان الكوادريتس فيمرس الكوادريتس فيمرس اهي تحتها الدكتور ماجنس اهي تمام? فوقها الانفيريور جيميلس. تمام? ودي اه ان الانفيريور جيميلس والسبيريور اهو هيروحوا يمسكوا يعني هيمسكوا في التندون بتاعها الاتنين وهيروحوا معاها للجريتر تروكنتر. اللي فيه للميديا للجريتر تروكنتر. تمام? هنا طبعا الصورة دي هتبقى عليكم في العملي بس انتقول لسنا مخدتوش بقية المصل فانا هنقول يعني الحاجات اللي ايه اللي خدناها? ماشي اول حاجة من طبعا اللي هو هيبقى بالاحمر والانسورشن بالازرق. ماشي? آآ مين بقى اللي انا علمت عليه ده? اللي هو جاي من اين? من الجلوتيال سورفوس في اليوم اللي باك في ساكشم وجاي كمان من من الليجامنت مين? الجلوتياز ماكسماس. صح? ماشي هتروح تمسك فين? هتروح تمسك في الجلوتيال تيوبروستي. اهي راح تمسك في الجلوتيال تيوبروستي اهي. ماشي. طيب بعد كده عندي دي دي الجلوتياز ميديوس. بس الجلوتياز ميديوس انا مش هعرف اجيب الجلوتياز ميديوس اهي راح تمسك في اللاترة الايه? لاترة سورفوس. ماشي. طيب عندي كمان الجلوتياز تحتها. جلوتياز تحتها. ماشي. بس انا مش هعرف اجيبها عشان راح تمسك في طيب عندي ايه كمان تحتها مش عندي ايه كمان هنا ممكن اطلحها دي دي اللي هي ايه تمام كده دول غالبا الحاجات اللي انا خدتهم المحاضرة دي مش ده بقى قلتلكو قلنا كتر اوي المحاضرة دي في اربع بالنسبة فهي بتمسك في عشان كده انا معرفتش اطلحها الصورة دي لان ده طيب عندي بتمسك في يبقى اهي فاللي هي دي عندي بعد كده قال ان هي بتمسك في ما هيش مرسومة في الرسمة دي طيب عندي اللي بتمسك في اه برضو مش لا مش واضحة برضو على الصور يبقى بتمسك في الانتيريور بتمسك في بتمسك في بتمسك في تمسك في تمسك في تمسك في تمسك في تمام ماشي نتكلم بقى عن هم اتنين اول واحد هو بيطلع او بيوصل ما بين الساكرام للاسكيال توبراس دي من الساكرام للاسكيال توبراس دي فعشان كده اسموه تمام تمام هو قال ان هو هو مهم لان هو بصوا الحمل كله متحمل الباديويت كله متحمل على ايه على البلفس تمام او على المفاصل اللي هنا تمام فهو بيستيعف انا المفروض لما باجي اعمل باديويت لتحت كده قال لي ان بتاع الساكرام هيتند ان هو يلف الورا لما يلف الورا اه فكده ممكن الجسم يتقذى تمام فالسكيال توبراس بيخلاش تلف تمام بيخلاش تلف فهو يعني طريق كده بيزود بقى وبيصبورت البلفس تمام تمام قلنا برضو ان هو بيطلع منه ماشي هي دي برضو الفكرة اهو بس ان هنا انا هنا بعمل باديويت تمام قال لي ان الليجامنت هيمنع وفي الساكرام هيمنح ان هي تلف الورا لان هي اه فهو بيمنح ان هي تلف الورا يعني عشان الجسم ما يتقذاش ونقدر كمان نتحمل طيب التندون التاني اسمه يبقى طالع من الساكرام رايح يمسك في اهو يا شباب تمام قال لي ان هو شكله ايه شكله مسلس طالع من رايح يمسك لي في وفي ساكر بس ما فيش معلومات تانية عنه طيب اه عندي احنا حرفين عارفين عنه كل المعلومات اول حاجة ان هو اه طالع من دي انا قلت ان كل النرفات اللي كانت في السلايد كلها طالعة من الساكرام ماشي اول حاجة قال لي ان هو سره الجريطر صياتك فورا من تحت البايروفورمس دي قلنا ماشي اه بيمشي معه سبري الجلوتيال الفيسوس احنا عارفين الكلام ده طيب يا هو يا ربي بيكون ابوف البايروفورمس مش تحته شون سبريو تمام قال لي ان هو هيران فورورد بين الجلوتياس و الجلوتياس مليموس ماشي فهو ماشي ما بين الجلوتياس ومليموس فبالتالي هو مش وصل للمكسماس فهمش هيغزيه فهيغزي من الجلوتياس مينيماس للجلوتياس ميديوس والتين صور فاشيالاتها. تمام. بعد كيه عندي الانفيريو الجلوتيال نيرف برضو جاي من استقرال بليكسوس آآ ما عدي من الجريتر سياتيك فرامل بس دلوقتي هيعدي تحت البايروفورميس ماشي معا الانفيريو الجلوتيال فيسلز السياتيك نيرف البوستيريو الكيوتينيوس نيرف وصصاي آآ آآ وكل الحاجات اللي بقية تمام? هيقول لي ان هو بيغزي الجلوتياس مكسماس مصر بس. تمام? تمام. بعد كيه عندي كيوتينيوس يعني يعني هيدي يعني هيغزي تمام. قال لي برضو ان هو بيطلع من استقرال بليكسوس في آآ في البيلفس هيطلع من البيلفس يعني هيطلع من الحوض عن طريق الجريتر سياتيك فرامل عشان يدخل ايه? يدخل الصاي. تمام? قال لي ان هو هيعدي تحت تمام? ماشي مع السياتيك نيرف. تمام? هيقول لي ان هو بيمشي تحت الديب فاشية بتاعة الصاي آآ بيمشي ما بين السياتيك نيرف واللونج هيدو في بايسبس. او لا لا بص. آآ السياتيك نيرف بيكون تحت. فوقه اللونج هيدو في بايسبس. فوقه البوستيريو كيوتينيوس نيرف وزصاي. يبقى هم ايه ترتبهم من 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 فوق لتحت البوستيريو كيوتينيوس نيرف وزصاي تحته اللونج هيدو في بايسبس تحت السياتيك نيرف. تمام? تمام. قال لي هيجي عند البوبلوتية الفصة. آآ هيبرس البوبلوتية الفاشية ويطلع بقى يمشي اصاب كيوتينيوس يبقى يبقى تحت الجلد. تمام? آآ ماشي. هيندفين في بصوا الليج من تحت او اللي هو الليج البوستيريور يعني. اسمها فهو هينتهي في نص الرجل من تحت. هنا كده. تمام? تمام. فهو بقى هيغزي كل ده. كايه? كسنسوري. يبقى يغزي في الجلوتية في الجلوتية هيغزي هو اصلا بوستيريو كيوتينيوس نيرف في الصاي فهيغزي البوستيريو في الصاي. بس اللي يغزي لي كمان الفصة. البوبلوتية الفصة اللي هي اني من وراء. تمام? الرجبة من وراء. تمام? ايغزي لي كمان اللي هو اللي على الكف مصد. تمام? تمام. ماشي. بعد كده استياتيك نيرف. استياتيك نيرف ده بقى اهم نيرف واكبر نيرف. استياتيك نيرف انتو عارفينه باسم عرق النسا. تمام? هو مهم جدا. وتبير. هو لان هو اللارجست نيرف انتو عارفين لما حد ممكن ياخد حقنا غلط. فهو يتصاب. فهو اصلا ممكن يتشل. فاهمين? اه ماشي. فهو استياتيك نيرف هو اللارجست نيرف انتو بادي بياخد برانشات من الاستقرال بلاكسوس. من الاربعة والخمسة اس واحد واتنين وتلاتة. هو من خمس حاجات. الاربعة والخمسة اس واحد واتنين وتلاتة. تمام? هيقول لي ان هو برضو بيطل عمل حوض عن طريق بيمشي تحت تمام? قال لي ان هو يمشي في الساي. انا هوركو صورته يعني اللي بعد الجاي. ان هو بيمشي في بيبقى عمودي. في بتاع الساي. تمام? هينتهي عند بتاع الفصة هيديلي اللي هم او الفيبولار. يعني هو اسمه ممكن كومون برونيال او كومون فيبولار. تمام? تمام. هنشوف صورة بقى توضح ده. بصوا سايتك اهو. ماشي. ماشي في الميدلاين. هيجي عند البوبلوتيال فصة. هيقوم رايح لي منقسم لي لاتنين. هيقوم منقسم لي لاتنين. فيبولار وين? او تبيل و كومون برونيال. اهو يا شباب. تبيل اهو. والكومون برونيال اللي انا كنت او كومون فيبولار وتبيل. اهو. تمام? دي البوبلوتيال فصة. استنى هرسمها لكم بلون تاني. البوبلوتيال فصة اهي. سوين. بوبلوتيال فصة. اهي. هو هيجي. ينتقسم اه لاتنين. عند بتاع البوبلوتيال فصة. ماشي وشوفنا ان هو ماشي هيتقسم عند بتاع البوبلوتيال فصة. الاتنين تبيل وكمون برونيال او كومون فوبلار نيرف. اه مشي. الريليشنز بتاعته. الحاجات الهي بالنسباله والحاجات اللي ديب بالنسباله. الحاجات اللي سوبرفيشال الحاجات اللي فوقه. عندي في الجلوتيال هلاقي فوقه طبعا الجلوتياز. اه ماكس ماس الانية المس سوبرفيشال يعني اكتر حاجة سوبرفيشال من المسلز. تمام? هلاقي كمان فوقه posterior cutaneous nerve of the sci طيب side of the sci باشوا انا عارفين ان فيirdiket lung is secondary بتفصل اياتك عن posterior cutaneous nerve of the sci فهو عن طريق كده يبقى superficial اللي في هنا database ال يلاد dan وفوقها 砂 الا اللي تحته عندي بالنسبة للعظمة هلاقي هلاقي يعني ما بينهم الاتنين ماشي عندي كمان المسز بقى بصوها من على الرسمة هو معدي تحت المسز اللي تحت بقى كلهم اللي هما الابتيروت الانترنس التوجي من لاي الكوادريتاس فيمرس ولقى الدكتور ماجنس بجيحنا قلنا ان الكوادريتاس فيمرس موجودة ما بين الانفيريور جيميلس والادكتور ماجنس تمام ماشي البايريفورمس بصو بقى ترتب المسز ازاي البايريفورمس تحتها السوبيريور جيميلس تحتها الابتيروتر انترنس تحتها او يعني التندوم بتاع الابتيروتر انترنس تحتها الانفيريور جيميلس تحتها الكوادريتاس فيمرس تحتها لالدكتور مجنص. تمام? تمام كده. اه فانا احفظ بقى المسلز ازاي? اللي هي المسلز اللي تحت البيريفورمس. الوبتيروتر انترنس. توجي من لاي الكوادريتاس فيمرس لالدكتور مجنص. وهلاقي فوق كمان في الباكوف اسكيام والنيرف توكوادريتاس فيمرس انبتوين. ماشي. البرانشات بتاعته هيقول ان هو بيغزي مسكلور يعني هيروح موتور هيغزي لي كل الهماس ترينج. شو مش ورا? يبقى هيغزي لي كل الورا. اللي هي اللي هما اسمهم الهماس ترينج. اوكي? وكمان هيجيفز اه تو تيرمينال برانشس. فين? عند الايبكس بتاع البابلوتية الفصة. اللي هما التبية والكومون برونية النيرف او الكومون فيبلر نيرف. اه بس كده. ام تكون خلصت محاضرتنا. اتمنى انتو تكونوا استفدتو. اي حد وصل هنا يعني شكرا جدا. واتمنى انتو تكونوا استفدتو. ام وازن الله سبلكو لنك اسئلة في ديسكريبشن. اه بقوحلوها يعني اه وبالتوفيق. اشتركوا في القناة